السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام والجزء الرابع من الشبطة السابع هنتناول تعريف بعضاً من الترمانولوجي مهمة جداً وهي الكمبوننت والفيزيس والسينجل يعني أي كومبوننت كومبوننت إذا كيميكالي ريجانيزابل سبيسيز زي الآيرن مع الكربون مثلاً في الصل تمام أو المية في محلول مع السكر في محلول سكري أباينري ألوي كونتينز تو كومبوننت أترنا لألوي سري وهكذا يبقى الكمبوننت عبارة عن حكتين مع بعض زي الآيرن مع الكربون في الكربون ستيل أو المية مع السكر في محلول السكري وبينري معناها أنه يحتوي على اثنين كومبوننت وترنا يحتوي على ثلاثة وهكذا فيز معناها أبرتشن of a system that has a uniform physical and chemical characteristics two distincted phases in a system have the distinct physical and or chemical characteristics and are separated from each other by defined phase boundaries a phase may be contained one or more components يعني هو الفيز عبارة عن partition جزء في السيستم له physical و chemical خواص منتظمة يعني له خواص منتظمة كيميائية أو فيزيائية وهذا الفيز أو 2 distincted phase معناها إيه؟ معناها أن كل فيز له خواص كيميائية قلنا خواص فيزيائية مثلا زي المية في الآيس زي المية والآيس زي المية والإيه والزيت طب وفي نفس الوقت هم مفصولين عن بعض عن طريق الفيز boundary وكل فيز ممكن يتكون من work component أو أكتر طب a single معناها إيه؟ a phase system is called homogeneous systems with two or more phases are mixture or heterogeneous system يبقى ال single هو عبارة عن phase لكن homogeneous تمام؟ أما ال system اللي هو بيعتمد على اتنين أو أكتر من الفيزيس دوب بيبقوا مكتشار وفي الغالب بيكونوا heterogeneous system يبقى الفيز system معناها a single phase طيب